أطلال منازل أو مجرد ركام هو فقط ما تبقى من ممتلكة المواطنين الكثيرة التي طالتها قذائف الميليشيا في عدن إلا أنها بالرغم من حجم الدمار لا زالت تعني لمالكيها الكثير ولا زالوا يتوقون ليوم يتمكنوا فيه من العودة إليها هذه المشاهد التي لا يكاد يخلو منها شارع في عدن تضع الحكومة أمام تحدي كبير والخطوة الأولى بدأت بالفعل بحصر الأضرار ومن ثم إعادة الإعمار فالعديد من التصريحات التي نقلت بشارات للمواطنين بخصوص إعادة الإعمار كان آخرها ما كشف عنه وكيل العاصمة المؤقتة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي عن تشكيل وحدة تسيير إعادة الإعمار في المدينة وعن بدء أنشطتها الزامكي قال في تصريح صحفي إن إعادة الإعمار ستبدأ من مديرية خور مكسر والمعلة وتشمل ترميم ستمائة منزل تعرض للدمار بتكلفة تصل إلى مليوني دولار هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى لإعادة الإعمار في مناطق أخرى تشمل المحلات التجارية والمباني الحكومية في ذات المديريتين وبقية المديريات حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هناك أكثر من ستة آلاف منزل تعرض للتدمير جهود كبيرة تحتاجها مدينة عدن لاستعادة الحياة والترميم ما خلفته الحرب من دمار وخراب وكما يقال فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ترجمة نانسي قنقر